أسعد الله وقاتكم أعزائي ومشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء أجواءنا هذه الأيام أجواء متقلبة وذلك بسبب تأثر البلاد في كتل هوائية متقلبة ما بين الحين والآخر تتحول من الخفضات إلى مرتفعات جوية ولكن الآن هناك تكاثر في كميات السحب وسجلت كميات أمطار في منطقة المقدير الصحراوية تقريبا بحدود 3.6 مليمتر متوقعت السمريانا فرص الأمطار الخفيفة خلال الساعات القليلة القادمة أما أجواءنا في مدينة الكويت الآن أجواء غاية مجزئيا هناك فرص أمطار خفيفة جدا في مدينة الكويت مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية سرعتها 12 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة الحالية 29 الرطوبة النسبية مرتفعة نوعا 63% الرؤية الفقية متدنية 6 كيلومتر أما بالنسبة لآخر تحديثات صوال أغمار صناعية تشير أن تكونات بعض الصحب مستمرة ويانا في دولة الكويت وكذلك أجزاء متفرقة من شمال المملكة العربية السعودية تستمر إانا خلال الساعات القليلة القادمة تتأثر دولة الكويت وشمال شبه الجزيرة العربية بمنخفض جوي متمركز على شمال الخليج العربي أدى إلى استمرار الرياح الجنوبية الشرقية وزيادة نسبة الرطوبة خاصة على المناطق الساحلية وأيضا كذلك فرص اليمطار متفرقة على بعض مناطق البلاد وتكونات بعض الصحب أما أجواءنا الليلة بشكل عام أجواء معتدلة غائمة جزئيا في بعض مناطق البلاد مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية على المناطق الساحلية والجزر أيضا خفيفة إلى متغلبة الاتجاه في المناطق الصحراوية بالنسبة للجزر هناك نشاط نسبي في بعض المناطق الجنوبية قد يصل ارتفاع الموج إلى أعلى من خمسة أقدام مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى نلاحظنا أن هناك انخفاض نسبي في درجات الحرارة قد تصل إلى 26 درجة مئوية في الشقاية والسالمي كذلك مدينة الكويت 30 درجة مئوية بشكل عام جوانا معتدلة تقلب في الرياح ورياح خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها من خمسة إلى خمسة وعشرين كيلومتر في الساعة بالنسبة لمنتصف نهار الغد نلاحظنا أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة خاصة المناطق الجنوبية قد تصل إلى 41 درجة مئوية مع استمرار الرياح الجنوبية الغربية معتدلة سرعة تنشط على فترات تؤدي إلى انخفاض نسبي في مدرية الفقية خاصة على المناطق المكشوفة بسبب الأتذيب المثارة والغبار معتدلة إلى عالية الموج في نهار الغد تراوح ارتفاع الموج من ثنين إلى خمسة قدم مع بداية الدخول لساعات المساء الأولى في مساء يوم الغد تتحول في الرياح لرياح الشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة سرعة تتراوح سرعتها من عشر إلى ثلاثين كيلومتر في الساعة درجات الحرارة تستمر weerانا معتدلة ما بين 29 إلى 31 درجة مئوية الأجوال البحرية بشكل عام في نهار الغد أجوائها معتدلة إلى عالية الموج تراوح اتفاع الموج من ثلاثة إلى ستة قدم ثلاثة المائلة لا تزال ضعيفة في فترات الفساد المد الأول ساعة 28 دقيقة صباحا المد الثاني في تمام الساعة السابعة مساءا الجزر الأول ساعة 21 دقيقة صباحا الجزر الثاني ساعة 31 دقيقة مساءا أذان فجر بمشية الله حسب توقيت محلي لمدينة الكويت الساعة 33 و36 موعد شروق الشمس الساعة 5 و4 دقائق موعد أذان المغرب الساعة 26 دقيقة أما بالنسبة للطقس متوقع لمدينة الكويت خلال خمسة أيام المقبلة بمشيئة الله أجواء معتدلة بشكل عام استمرار في الرياح الكوس في نهار الغد فرص اليمطار متفرقة على بعض مناطق البلاد العظمى متوقع 42 الصغر 25 يوم السبت ستبدأ الأجواء بالتحول لرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بشكل عام قد تصوى سرعة الرياح 40 كيلومتر في الساعة العظمى متوقع 39 الصغر 24 في يوم الأحد والاثنين والثلاثة تبدأ رياح الكوس ترجع ويانه معتدلة السرعة بشكل عام قد تنشط في يوم الأثنين تثير الغبار على بعض المناطق المكشوفة درجات الحرارة العظمى متوقعة من 38 إلى 39 درجة مئوية أما درجات الحرارة الصغرة من 23 إلى 24 درجة مئوية أعزائي مشاهدين أشكلكم حسو متابعة نأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية اشتركوا في القناة